الإمام الحسن عليه السلام في كتابات المستشرقين للدكتور الشيخ ليث عبد الحسين من جامعة الكوفة كلية الفقه بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين صلى على محمد وآله الحضور جميعاً مع حفظ المقامات والقاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبارك لكم عيد الغدير الأكبر عيد الشيعة جميعاً وعيد الموالين لأمير المؤمن علي بن أبي طالب الذي كان في يوم أمس وكان ضمن فعاليات هذا الأسبوع الثقافي الأسبوع الإمامة ولذلك كان واقعاً كما ذكرت لربما في المقابلة الأولى عندما كانت الجلسة الأولى في جامعة الكفيل أنه مبادرة جميلة جداً من العثب العباسية ويحبذ إن شاء الله بالمستقبل تكون في نفس الوقت وفي دول متعددة وبالخصوص في يوم الغدير البحث يتناول مسألة المستشرقين وكيف يتناولوا التراث الإسلامي بشكل عام والتراث الشيعي بشكل خاص ملاحظة بسيطة جداً قبل أن نبدأ في هذا البحث هو أننا لربما حتى في هذه الأسبوع الإمامة خصوصاً على الإمام الحسن والحسين لربما قرأت ثلاثة أبحاث ولستو الوحيد الذي كتب في مسألة الاستشراق حول مسألة الإمام الحسن ولربما الإمام الحسين لذلك نحتاج ولربما هو مقترح أن نكتب دائرة معارف استشراقية الشيعية هذه تهتم بقراءة التراث الإمامي والنص الإمامي عند المستشرقين أي حضوره ومكانته ووجوده وكيفية التعامل معه من قبل المستشرقين حتى نعرف لربما كيف نظروا إلى هذا النص وبالخصوص بشقين نص الإمامي بشقين النص المعصوم الذي ورد عن المعصوم والشق الثاني الذي ورد عن العلماء لأنهم لم يتناولوا فقط قضية الحديث الوارد عن المعصوم أو الإمام بحسب قولهم أو بحسب نقلهم وأيضا تناولوا آراء علمائنا من الشيع الكتابات الاستشراقية في الواقع كلها قد انطلقت من مجموعة عوامل كانت هي الخلفيات الفكرية للقراءة الاستشراقية أولى هذه العوامل هو عامل أو أثر الحروب الصليبية إذ أن كثيرا من المستشرقين عندما جاءوا إلى الشرق أو ذهبوا إلى الشرق كان تأثير التاريخ الصليبي والحروب الصليبية التي كانت مع المسلمين لها أثر كبير جدا في قراءاتهم فهم لديهم حكم مسبق الأكثر طبعا وليس الكل حكم مسبق على أن هؤلاء هم أعداء ومشاكل ذلك لأن القضية كل مستشرق لربما الانطلاقات الأولى كانت بدعم من الكنيسة فكان العنصر التبشيري ثم العنصر الاستعماري هو الأبرز ثم العنصر العلمي لربما للقراءة في التراث هو العنصر الثالث والأخير لذلك كان المعطيات الأولى لقراءة أو التأثير على قراءة التراث الإسلامي لقراءة التراث الإسلامي هي أولا تأثير الحروب الصليبية كما ذكرنا السبب الآخر هو الاعتماد على التراث السني فقط الحديث السني يعني التراث الحاكم تراث السلطة وهو الأكثر في جميع المكتبات عندما مثلا يذهب هؤلاء المستشركون يجدون أن السلطة الحاكمة الموجودة هي سلطة سنية واقعا والتراث الشيعي هو مغيب وهو تراث معارضة لذلك يأخذون بالرواية السائدة الرواية الموجودة هي الرواية الحاكمة الموجودة فلذلك كان في هذه الرواية أحكام مسبقة على التشيع على الأمة وهم في كثير من إشكالاتهم لم يذهبوا بعيدا عن الإشكالات التي كانت موجودة أصلا في التراث الحديث السني في الكلام مثلا عن النبي الأكرام صلى الله عليه وآله وسلم وما شاكل ذلك عندما ذكره البخاري من إشكالات عليه وكذلك على الإمام علي عليه السلام والإمام الحسن والحسين وما شاكل ذلك هذا السبب الثاني السبب الثالث أو العنصر الثالث لمعطيات قراءة التراث الإسلامي الاعتماد على قراءة وكتابات المستشرقين الأوائل يعني الأساتذة المؤسسين لكراسي الاستشراق كانوا هم الأوائل الذين أسسوا لمنطلقات للتلامين الذين جاءوا من بعدهم وبالخصص أن أكثر هؤلاء المستشرقين الأوائل كانوا مبشرين الأكثر وليس الكل كانوا مبشرين الكنيسة كانت هي الداعمة لهم إذلك كانت القضية دينية بحتة بالدرجة الأولى لمقاومة ومحاججة هذا القادم الخطر الكبير الذي يهدد أوروبا وغيرها السبب أو المعطى الرابع الموجود هو قضية أنه الأدوات التي استخدموها أو المناهج التي استخدموها في قراءتهم للتراث الإسلامي عموما والتراث الشيعية تختلف عن أدوات المدرسة الإسلامية والمدرسة الشيعية بالتحديد فهم من ضمن أدواتهم أدات مهمة جدا نتاجها هو نفي التقديس لا ينظرون إلى النص أنه مقدس يعاملون محاملة أي نص عادي كما تسمى بالتأويلية أو الهرمونطيقية أو الهرمونتيك هذه تعامل النص الأدبي يعني القرآن يعتبرونه نص أدبي الحديث المعصوم نص أدبي مضاف إلى ذلك ليس لديهم عصمة يعني لا يوجد شخص معصوم هم ينظرون إلى أنه لا يوجد معصوم لذلك يمكن أن ينتقد أي شخص يعتبرونه وليس له عصمة وإنما هي العصمة موجودة عند المسلمين أنفسهم لو جئنا إلى السيرة عموما كل سيرة وبالخصوص سيرة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة من بعده وبالخصوص الإمام الحسن فإن المستشرقين قد تناولوا السيرة بهذا الشكل العموم باتجاهين أساسيين الاتجاه الأول هو الاتجاه غير المنصف كما ذكرنا تؤثرا بالأسباب الأربعة السابقة والاتجاه الآخر الاتجاه العلم البحت أن يتعامل مع النص تعامل علمي بحت واحد زائد واحد ساوثنيا عنده ماكو قضية أن هذا مثلا الإمام الحسن هنا هذا الحديث لا يمكن أن نقبله بحقه لأنه معصوم هذا ما عدهم هو القضية حتى لا يقبله لذلك الروايات التي أثيرت على الإمام الحسن عليه السلام بأنه مزواج مطلاق وغيره هذه تتعارض مع ثابت العصم عند الإمام عليه السلام لذلك لا نقبلها حتى عندما وردت مثلا روايتين في الكافي حول هذه المسألة قلنا بأن الكافي قد جمع هذه وليم يحقق مثلا في صحتها لأنه لو جئنا إلى محاكمة هذه الأحاديث طبعا مجمل الأحاديث يعني باعتبار الآن نشكل أنه لا منس لماذا تكلم وأشكل على الإمام الحسن عليه السلام لأن هناك روايات في التاريخ الإسلامي قد ذكرت بأن الإمام الحسن مزواج ومطلاق أثيرت عليه تقريبا ستة شبه رئيسية أن الإمام الحسن مزواج مطلاق أنه وجد معاوي أهلا للخلافة فأعطاه الخلافة أن الإمام الحسن كان يكره الجهاد والحرب أنه قد أذل المؤمنين أنه كثير المخالف لأبيه أنه كان مهتم بالدنيا والمال والملدات ست إشكالات رئيسية المجموع في المدرسة السنية خمسة عشر رواية بهذا الخصوص في المدرسة الشيعية أو المحسوبة على الشيعية ستة روايات أساس هذا الخلاف الذي انطلق منه هندري لامنس وغيره من المستشرقين في إشكاله على الإمام الحسن وغيره هي رواية الرواية الأولى المؤسسة هي رواية الواقدي وبدفع ودعم من أبي جعفر المنصور كان كاتبه على الكرخ أو قاضيه على الكرخ هو الواقدي صاحب المغازي والكاتب الذي دونه هو أبن سعد كان تلميذ الواقدي وبالتالي انطلقت هذه الرواية ثم ذكرت في الكثير من الكتب كان الكتاب الأول الذي ذكرها هو الطبقات لبن سعد تعتباره هو الواضع والسبب الأساسي ثورات الحسنيين على العباسيين كانت منطلق في التشوي حتى أن رواية التي ذكرت بأن يا أهل العراق يا أهل الشقاق والنفاق هي رواية أبي جعفر المنصور هو نسبها لأمير المؤمن وهي لم تنطلق منه لذلك كان قراءة التراث بالنسبة للمستشرقين وبالخصوص هنري نامنس الاتجاه غير المنصف وغير المقبول والذي يعتبر الإسلام عدوا ولربما إشكالات كثيرة تثار باعتباء هذا خطر والآخر هو التعامل العلمي البحث وبالتالي سخدام أدوات لربما تنفي العصمة والاحترام عن الناص كثير من المستشرقين ومن من كتب على الاستشراق أشار وبدقة على أن هنري نامنس هذا المستشرق الفرنسي هو راهب مسيحي هو غير منصف والكل يعلم أن أكثر شخص ترجم النتاجات الاستشراقية هو الكاثب المصري عبد الرحمن بدوي هذا معلوم يعني لذلك لنقرأ ماذا يقول عبد الرحمن بدوي مع العلم هو الرجل ليس نسميه متدين يعني والرجل كان لربما معروف عنه أنه الاتجاه المادي أو الاتجاه الشيوعي أو الالحادي في الفترة الأخيرة لربما صار معتدلا يقول في كتابه موسوعة المستشرقين هنري لامنس يعرفه يقول مستشرق بلجيكي وراه بن يسوعي شديد التعصف ضد الإسلام يفتقر افتقارا تاما إلى النزاهة في البحث والأمانة في نقل النصوص وفهمها ويعد مثالا سيئا جدا للباحثين في الإسلام من بين المستشرقين يعني هو حتى كثير من المستشرقين قالوا أنه غير منصف وكان معادل لديه كثير من الكتابات يذكر مقولة هذه واحدة من المقولات أنا ذكرت ما يقارب أربع أو خمس مقولات لهذا المستشرق عن الإمام الحسني بالخصوص طبعا هو تكلم وانتقده من النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم إلى باقي المعصومين حتى أنه عد كتاب فاطمة وبنات النبي ينتقد به السيدة فاطمة عليه السلام وباقي أولاد النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم أقصد الأبناء يعني الحسن والحسين هم أبناء يقول مثلا هذه مقولة يقول هندري لامنس إن الصفات الجوهرية التي كان يتصف بها الحسن هي الميل إلى الشهوات والافتقار إلى النشاط والذكاء ولم يكن الحسن على وفاق مع أبيه وأخوته انظر نفس الشبهات الموجودة الستة اللي ذكرناها هي جزئية يعني هو ناقلها من المدرسة السنية ووضحنا بهذا الكلام وعندما ماتت فاطمة ولم تجاوز الشباب يعني كان على خلافاً مع أبيه عندما ماتت فاطمة ولم تجاوز الشباب وقد أنفق خير سني شبابه في الزواج والطلاق فأحصى له فأحصي له حوالي الماء تزيجي عداً وألصقت به وألصقت به هذه الأخلاق العذراً للتعبير هذا هو ذكره السائبة لقب المطلاق وأوقعت علياً في خصومات عنيفة بينما إذا أردنا أن نستعرض أحاديث النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بحق الحسن بالخصوص نجد أنها مخالفة يعني مخالفة تامة مئة بالمئة إلى هذا الكلام ثم إلى أحاديث الإمام علي عليه السلام ثم إلى سيرته عليه السلام وهذا يتعارض مع ثابت كونه معصوماً عليه السلام يقول مثلاً في وصية الله أمير المؤمن يقول فبادرتك بالأدب قبل أن يقسوا قلبك ويشتغل لبك لتستقبل بجد رأيك من الأمر ما قد كفاك أهل التجارب بغيته وتجربته فتكون قد كفيت مؤونة الطلب وعوفيت من علاج التجربة إلى الكثير ووصايا الإمام علي إلى الإمام الحسن عليه السلام كثيرة جداً أنا لا أريد الإطالة لكن أقول أن الشبهات الاستشراقية كثيرة جداً بخصوص المنظومة الإسلامية وهو اختلاف بالمنظومة هذه منظومة وهذه منظومة وعلينا أن نميز ولا نذهب بالانتقاد إلى قول أنه قضية قضية عداء مئة بالمئة لا اختلاف أيديلوجي قضية العداء يأتي بعد الإختلاف الأيدلوجي اعتبر أن هذه الأيدلوجية هي أيدلوجية مثلاً مسيحية أو أوروبية أو غربية تختلف عن الأيدلوجية العربية والإسلامية تاريخ التبشير كان المسيحية هي مبشرة وتذهب إلى قضية التبشير والكنيسة قائمة على مسألة التبشير لكن ما حفزها أكثر إلى استخدام التبشير بشكل أوسع ولو ربما استخدام الجيوش في التبشير هو ظهور الإسلام الإسلام كان نداً قوياً جداً لهم حتى أنهم في تبشيرهم نعم كانوا يبشرون الشعوب لكن لم يذهبوا إلى قارة أفريقيا أطلاقاً القارة السوداء الذي يقرأ تاريخ التبشير لكن مع وجود الإسلام ذهبوا إلى هذه القارة للتبشير فكان الأساس في الانطلاق في البحثات الأولى الاستشراقية هو مسألة التبشير والمسألة الثانية هي الاستعمار ومسألة الاستعمار أن الاستعمار أو الحروب تقوم دائماً بدوافع دينية ودوافع اقتصادية وهي الأكثر من هذه الدوافع فلذلك ذكرت كمثال هندري لامس باعتبار أحد المستشرقين المنتقدين للإمام الحسن عليه السلام والتراث الإسلامي وبشكل عامل ربما إن شاء الله سوف يطبع هذا البحث كاملاً ليطلع الأخوة على جملة التفاصيل الموجودة مع المصادر المذكورة والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين صلى على محمد شكراً جزيلاً للأخ جناب الدكتور الشيخ ليث عبد الحسين على بحثه القيم هذا السلام عليك دكتور عبد علي صفيح من فرنسا أريد حقيقة أضيف يعني بعض الأشياء مهم السؤال خاصة بمداخلة الشيخ الدكتور ليث العتابي عن المستشرقين أنا بحكم عملي في وزارة التربية والتعليم العالي الفرنسية كمستشار الآن متقعد وخمسة واربعين سنة قضيتها فأقدر يعني للأخوة الباحثين والأخوة الموجودين شوي أتكلم عن مسألة الاستشراق عملية الاستشراق اللي حدثت هي جمعة الكل لكن لحد اليوم أنا في الوزارة يعني يهيمن على الفكر للمفكرين والفلاسفة والأدباء وحتى السياسيين الخوف من الإسلام ليش؟ لأن ظاهرتين حدثت في أوروبا إجى الإسلام وحكم أوروبا من الجنوب في القرن الثامن الميلادي حوالي 770 يعني في الأندلس وبقى إلى 1492 ومن الشرق في نفس الوقت حكمها الأتراك فقوبلتين حكمت في الإسم العرب والترك حكموا باسم الإسلام من القرن الثامن الميلادي إلى القرن العشرين هذا واحد فقوبلت خوف عد الأوروبيين جميع المستويات أن يرجع لهم بالإسلام مرة أخرى ويحكمهم هذا الخوف موجود يعني شرعي من إسرائيلهم ولذلك قد تسبعوني أول مرة ولذلك المستشرقين لما اجوا اشتغلوا لكي يعرفون الأرادوا يعني أن يدرأوا الخوف من يأخذ الراية الإسلام قوم آخرين أخذوا العرب وأخذوا الأتراك وأخذوا المغول قوم آخرين من هم المرشحين ليس العرب لأن ابن سعود أعلن فوراً المملكة العربية السعودية وأبعد الخوف من الإسم الإسلام كانت إيران والهند لأن إيران كانت أكبر مستودع للإسلام الشيعي في العالم والهند أكبر مستودع للإسلام السني في العالم قبل سبعة واربعين طبعاً فكان احتمالي اتحاد الأثنين ويأخذون علم الإسلام مرة أخرى لأن اللغة الفارسية ممزوجة مع اللغة الهندية وانتجت اللغة الأردية مع التاريخ والديانة الإسلامية الصوفية الإيرانية أيضاً انتزجت مع الهندية وانتجت السيخ كثير من السيخ هي مزيج من الهندوسية ومن الإسلام والفن الإسلامي الفارسي مع الفم الهندي أنتج الفن اللي هو تاج محله غير يعني الثقافي موجود فماذا عملوا؟ خافوا والمستشرقين أكدوا أن هذا لا احتمال كبير أن يأخذ علم الإسلام مرة أخرى هذه الشعوبة والأقوام جابوا غاندي من جنوب أفريقيا وجابوا إلى الهند لكي يعملون باكستان وأصبحت حاجز بين الهند وبين إيران وأصبحت أقلية إسلامية في الهند أنا اللي أريد يعني للأخوة الباحثين والأخوة اللي موجودين مهتمين بالقضية الإسلام في أوروبا أن ينظرون من هذا الجانب يعني إحنا دائماً نريد من أذهم إحنا مو يعني أوروبا نريد نطمئن بأن الإسلام مو خطر وليس إحنا نأخذ يعني قضية العداوة وأما بالنسبة للمستشرق اللي ذكره الدكتور ليث هو ليس مستشرق بهم هو بلجيكي وليس فرنسي يعني مثل ماكسيم رودنسون من أفضل المستشرقين ومستشرقين آخرين ما يعتبرون والاستشراق أيضاً من الناحية العلمية يأكدون لحد اليوم عليه الدراسات أضرب لكم مثال وأختم كلامي أنا من أجيتي إلى فرنسا أنا كان عندي دكتوراه في أزراع أنا ليس في لكن هم بعد ما اشتغلوا كمستشار طلبوا بني أن أعمل دكتوراه في الإمام علي ليش؟ لأن قالوا المستشرق الفرنسي لويس ماسينيون هو الذي عرف فرنسا وأوروبا بالإسلام وتلميذ هنري كوربان هو الذي عرف فرنسا وأوروبا بالتشيئ وأنت لكونك عراقي وشيعي عرفنا بعالي بن نبي طالب لكي تكمل الحلقة فالأدوى الاستشراق مهم لمعرفة الشعوب الأخرى كيف تتعامل وشكراً شكراً جزيلاً لجناب الدكتور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الدكتور نزار ناجي محمد محافظة البصرة طبعاً السؤال للدكتور ليث العتابي بالنسبة للبس توضيح للمستشرق هنري لامس هو بلجيك المولد ولكن فرنسي الجنسي هاي كملاحظة مادرة أنا قاري عد نجيب العقيقي وضح هاي شغلة قال هو بلجيك المولد وفرنسي الجنسية المعلومة الثانية لم يوضح الدكتور ليث العتابي مسألة عينة الدراسة ما هي عينة الدراسة؟ المعروف عن هنري لامس هو مستشرق كثير أو غزير النتاج المعرفي سواء على الكتب أو حتى على المقالات والبحوث الدكتور ليث العتابي لم يوضح عينة الدراسة هل هو كتاب؟ هل هو مقالة؟ هل هو بحث؟ مع العلم أنه الإشادة بالبحث اللي قدمه والتوصيات اللي قدمه كانت رائعة والشكر الجزيرة لهم شكرا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما ذكر جناب الدكتور طبعا كما ذكر دكتور عبدالي سفية هو بالأساس مستشرق أصل بلجيك وأخذ الجنسية الفرنسية وأكمل دراسته في لبنان في جامعة اليسوعية سان جوزيف أخذ هناك في الأدب العربي كما ذكرت قضية العينة أنا ذكرت ذكرت حديث له ومن ضمنه اللي أخذت كانت العينة من موسوعة أو إنسيكلوبيديا العالم الإسلامي اللي هي من جمع فنسينك وأخذ منها نماذج عندما وصل إلى الإمام الحسن استشهد بنص لهنري لامنس ففنسينك هو الجامع وهي الإنسيكلوبيديا الإسلامية أو دائرة معارف الإسشراق كما ذكرت فالعينة هي من دائرة معارف الإسشراق الإسلامية أو المعروفة بدائرة المعارف الإسشراقية شكرا جزيلا بلد فضل جناب دكتور كريم حسيني بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا وحديثنا محمد صلى الله عليه وآله السلام عليكم أيها الأحبة الحاضرون لدي ملحوظة وليس رد أو استفسار وإنما هي ملحوظة على بحث الشيخ والدكتور ليه أنا أثمن ما ذكره الدكتور حول بحثه عن الاستشراق ولكن وددت أن أبين هذه الملحوظة الملحوظة تتطرق إلى ثلاث نقاط النقطة الأولى وهي الهالة التي تعطى للاستشراق في دراساتنا المعاصمة ولسيما في الدراسات الإسلامية نحن بحق نحتاج إلى نشر الدين الإسلامي في أوروبا وفي أمريكا وفي أفريقيا وفي كل مكان ونتمنى أن يطلع العلماء في أوروبا على التراث الإسلامي ولكن كما بيّن الدكتور أن هناك خلفيات لهؤلاء المستشرقين ولهم أغراض أيضا قد تكون أحيانا هذه الأغراض مشبوها ويحاولون عادة أو يحاول المستشرقون عادة اللجوء إلى الروايات الشاذة والروايات الضعيفة لكي يبنوا عليها آراء قد تنطلي على كثير من المثقفين غير المتعمقين في الدين الإسلامي ولذلك ينبغي أن لا تعطى مثل هذه الهالة الكبيرة للمستشرقين في الدراسة النقطة الأهم الثانية وهي أنه ينبغي أن نركز في دراساتنا عن الاستشراق على الردود العلمية المبنية على النصوص الصحيحة والمتفق عليها والثابتة وأن نبين خطل ما ورده في النصوص التي أوردها المستشرقون أو الملاحظات التي يذكرونها ينبغي أن نرد وهذا هو مجال البحث أن تكون هذه الردود تثقيفا للباحثين وللقراء ولحتى المستشرقين أنفسهم بصميم الثقافة الإسلامية الصحية والنقطة الثالثة وهي أنه ينبغي أن تكون مثل هذه الكتابات تكون بلغات أجنبية لأن ما فائدة الردود على المستشرقين بلغة عربية قد لا يطلعون عليها ولذلك ينبغي أن تترجم أكثر الدراسات التي ترد على المستشرقين بلغات تترجم إلى لغات أجنبية لكي تشيع هذه الثقافة في الأوساط الأجنبية وشكرا بسم الله الرحمن الرحيم على سبيل النقد من نقد لك فقط فكر معك سيد ملاحظة حول بعض الأخطاء النحوية التي عمت عند سائر المحاضرين هناك أخطاء نحوية كثيرة جدا ألاحظ أيضا بالنسبة لموضوع الاستشراق ولا أزيد على ما قدمه الدكتور كريم المستشرقون يفكرون لبلادهم ولا يفكرون لنا وأذكر هنا سوء الظن من حسن الفطان في أعمالهم وفي ما قدموه من أعمال هناك ملاحظات كثيرة جدا 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 هم موبوؤون بكراهية الإسلام وكراهية الشرق فلا نحسن الظن بهم والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر